السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا اصحاب يا حلوين عاملين ايه وحشتوني جدا 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 النهاردة الفيديو مهم جدا جدا وما تنسوش تعملوا لايك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا وتقولوا لي رأيكم في الفيديو النهاردة جايبة واجبة تحفة 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 كاملة متكاملة للقطات طبعا هو انا شلتها عشان تبرط شوية من الحلة بصوا انا سلقيها دي المية بتاعتها يا جماعة منضفها كويس جدا ويلا بقى هقول لكم ايه المكونات بتاعة الوجبة الكاملة دي اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله انا جبت سمكة كبيرة شبار ونضفتها كويس جدا 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 من بطنها وفتحتها كده كويس علشان تكون نظيفة يعني بصوا شايفين شايفين نظيفة ازاي لا ومش بس كده انا مش هكتفي بس بتنضيف البطن وكده انا غسلتها كويس جدا ونضفتها وفتحتها كده عشان تستوي بسرعة وفي نفس الوقت تصدقوني يا جماعة انا ما بعملش الاكل للقطط بتاعتي مجرد كده حاجات اسلقها وخلاص لا خالص انتوا لازم يعني تحسوا نفسوكو كده انتوا يعني معلش سوري احنا قابنا قدمين وكل حاجة ونتزوق بس انا كمان بحس ان الحيوانات دي لازم برضو يعني احنا يعني انا مسلا بعمل لهم اكل او بطاطس او ايا كان يعني مسلا حد هيقبل ان هو ياكل الحاجات دي من غير ملح ما اعتقدش خالص ولو حاجة بسيطة جدا بحطها انا هنا بقى حطا لهم شوية كمون علشان السمك بيحب الكمون وحطا لهم شوية ملح صغنانين جدا طيب هل انا هكتفي بكده لا خالص انا لسه مستنيها تبرد شوية علشان افصصها لهم واشيل الشوك شايفين الكمون بصوا اهو نضفوها كويس جدا 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 اه مش هكتفي بكده لا انا هفصص الشوك وهشيلو كويس وبعدين هعمل لهم ههرس لهم البطاطس اه وطبعا انا سايبها شوية في الطبق علشان تبرد علشان اه يعني ما يلسعهمش الاكل وهو سخ اهو يعني انا انا كمان هضيف عليها شوية دراي فود بسيطة جدا 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 معيها بحيس يكونوا مبسوطين كده وهم بياكلوا وما تنسوش تقولولي رأيكم في الفيديو ويلا بينا نفسص السمك ووريكم الوجبة هددمها ازاي وطبعا زي ما انتم شايفيني حبيب قلبي فصصت خلاص السمك بتاعنا اهو وطبعا فصصت كويس جدا بحيس ما يكونش في اي يعني شوكة او كده لان انا بخاف على القطط جدا في ناس كتير بيقولوا عادي والشوك عادي وكده لأ انا بخاف عليهم ان الشوكة تدخل في زرهم لكدر الله او يحصل اي مشكلة اهو يا جماعة الشوك بعد المفصصته شايفين اهو وطبعا انا بقيت ليهم سمكة يعني جزء من السمك اهو بقيته قلت بالليل ان شاء الله يعني يتعشوا بي دي وجبة غدا على فكرة وهعمل لهم برضو بطاطساية ان شاء الله طبعا هتقولولي ليه لمونة بقى ليه يعني بصوا طبعا الواجبة دي كاملة متكاملة اوميجا ونيشا وكده طيب انا دلوقتي لو حب احط لهم فيتامين سي هجيب نصف لامونة ويدو نقطتين اهو نقطتين فقط يعني ما نقطرش وهنهرسهم مع بعض كده وهم كده يعني بدأوا ان هو يبردوا شوية انا دلوقتي ههرسها كويس جدا عشان السمك يتجنس مع البطاطس كويس قوي وطبعا ان شاء الله ان شاء الله هوريكوا دلوقتي والقطت بتاكلوا وطبعا يا حبايب قلبي ايه دي اخر خطوة عملتها وحطيت شوية درايفود يلا بينا نشوف رأيهم ايه في الوجبة بسم الله بسم الله ما شاء الله حبايبي ايه دي كيتي وبندوق طبعا كلكم هتسألوني كيتي بتاعتنا الفين انا قلت لكم هي عند ماما زي ما انتو شايفين كده اهو اه بندق ما عجبوش بس كتكوتا بسم الله ما شاء الله الله اكبر عجبها الوجبة طب ايه بندق بصو كلكم هتقولين انت حتى ليه المفرش ده طبعا انا عاملا لهم الاكل في المطبخ بس هما يعني ساعت بيديقوني شوية فحتة ان الاكل بينزل على الارض وانا بصراحة ما بحبش كده فجبت مفرش الاكل اللي هو العادي ده اهو وفرشته تحت الاكل بحيث وقت كل وقت يعني مثلا كل يومين بغيره وبنظفه كويس وبعقمه لهم بشيل القديم وبحط واحد جديد بس ان هما ياكلوا في مكان نظيف ويبقى حاجة كويسة ليهم زي ما انتم شايفين كمان غيرت الاطباق وجبت اطباق السلس قلولي رأيوكو في الكومنتات كده ويا رب كده يكون الفيديو عجبكو وقدرت ان انا افتكو بمعلوات كويسة للقطط وبسم الله ما شاء الله الله هو اكبر الوجبة عجبتهم جدا وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة وتقولولي رأيوكو بحبوكو جدا باي باي